السلام عليكم ورحمة الله دائما في إطار تمارين مقترحة على تنميذ على صفحة الفيسبوك مع التمرين الثمنية إذا كيفاش دا بغن نشوف واحد تمارين اللي غن كان عدنا مثلا معادلة ديكارتية كيفاش رجعوها تمتيل بارامتري لما كم عدن الأستاذ وفشي دفار عدكم معادلة ديكارتية كيفاش دوز تمتيل بارامتري ولا عدك العكس ساعدك تمتيل بارامتري كيفاش تتخرج منه معادلة ديكارتية إذا نشوفها في التمرين إن شاء الله ها المعادلة ديكارتية لكواس القارتزيان ديك إكس بلس ديكارتية بلس ديكارتية إذا تمتيل بارامتري مباشرة كدير إكس إغال إغراج إغال هنا قد تضع إط comun إيغال عد كون ديكار إذا نشوف ثم البران يمكن resume إيغالик إيغالiques 2Y يساوي ناقص ثلاثة Y يساوي ناقص ثلاثة على جوج إذا كانت X متانا تساوي جوج أو صافي نقطة هنا نقطة باركة لنا نقطة واحدة صافي إذن هنغنضير X واحد هنا Y ناقص ثلاثة على جوج إذا ما هذا النقطة يداد الإحداثية واحد ناقص ثلاثة جوج إذا تنتهي الى نقطة أخرى إذا شئ نقطة هنا إذا نقص ثلاثة إذا نقص ثلاثة إلى خلال المتجهة الموجهة إذا نحن نعرف أن أنت المتجهة الموجهة الإحداثية هي A وهذا A سأحاول به أرى هذه خرف بديوذي خفيص كبيرة And C accompagnarなx ودع ودع القادم ودع 1 Then communities حل المطابق للموسطs غالبا noi فلنق salt دي توسج الجاية نضب المعادلة الكارتية تنملك في الركان نضب العكس فلنق Beach معادلة الكارتية معarbeitة تمتع اليدتibility كم أدخل هنا الجميع كم أدخل الجميع و إذن ثلاثة القطين أكثر من قبل المعادلة كيف نحن التحدث sh من قبل المعادلة أولا و نستخدم لدينا نقوم بعمل الموقف في مدربة الحرف اذا اجاب الوضع لا يوجد الحرف الأن يوجد مصر هناك سافر ثم نوع 3 ثقاح ثم نضرب ثقاح احيط 3 ثقاح 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 ب هي صفر تضرف إغراج إغراج إذن إغراج ما ستبقى زائد السج سأجيبها هي هذه النقطة التي كانت متعمل في نهاية هي التي لا تضرب في هذه الحرف التي لا تضرب في العلاثة موان طرواق طرواق الصير دي مثلا نسميه أق موان طرواق إحداثه هو موان طرواق طرواق الصير دي إذن هنا ثلاثة إكس إغراج الماكينة زائد السج إغراج يساوي صفر إذن سأعود إكس بهذه و إغراج سأعودها بهذه أو سأجبت السج إذن هنا لدي ثلاثة مباربة ناقص ثلاثة زائد إغراج ما عنديش إذن سأفر زائد السج يساوي السج إذن هنا ثلاثة فناقص ثلاثة ناقص السعود إذن سجس ساوي السعود طرواق الصفر هاذ ناقص السعود إذن معادلة ديكارتية هي 3x زائد 9 يساوي 0 حاجة أخرى مثلا أستاذ هنا مثلا لا يقول ما يعطيني مثلا الكواصن كارتزيان يقول كبير بأن هذه المعادلة هي معادلة ديكارتية للمستقم ولكن لا يعطيك هذه بالضبط أحيانا مثلا بحال هذه ولكن يقسمها ولا يضربها في حال العداد مثلا نقسمها على 3 نقسمها على ثلاثة وهذا نقسمها للسفر وبحال هذه لا يعطيك هذه بالضبط والدلالي يدخل في هذه فهذه بحال هذه إلا ضربت ولا قسمت على نفس العداد يوجد طرفين معادلة بحال هذه المتساوية ولكن معادلة ديكارتية تبقى المعادلة هي المعادلة صافية مفهم نقسمها على ثلاثة 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 شكرا على تابعكم وللقاء في فيديو آخر بحول الله ثلاثة